بعد معاناة مع المرض لمدة خمس سنوات تنطفق اخر شعلة حياة متبقية عند هراكو وتنتقل روحه الى مكان المجهول فوقتها الواد بيقاب العجوز كده متلون بالاصفر بيكلمه وبيقوله انه هو كان السبب في مرضه وكمان المتسبب الرئيسي في وفاته وعلشان كده هو حابب يعتذر له وينقله العالم تاني كمان يحقق له اي امنية وعاوزها كتعبيرا يعني عن اعتذاره هراكو با كان عنده امنية واحدة طول حياته وهو انه يعيش مزارع بعيد عن الدوشة ويكون اسرته الخاصة بيه وعلشان كده العجوز بيكرر منح يراكو اداة الزراعة الاسترية واللي هتساعده في كل حاجة هو عاوزها بعدها الواد بيفتع عينه بيلاقي نفسه موجود في غابة على الارض على طول بيفرح بقى انه اخيرا بقى عنده جسم صحي والواد مش مصدق نفسه بيطلع كده اداة الزراعة الاسترية للعجوز عطاهاله علشان يشوفي ايه بتعمل ايه الواد بقى بيانبهر منها لانها بتتحول لاي شكل في دماغه وكمان طول ما هو مسكها ما بيتعبش ده ايه الحلوة ده على طول بقى بيدور على مكان يستقر في جوه الغابة وبترسى عند الشجرة العملاقة دي ايوه مكان واسع وعلامه مميزة هتعرفه راسه من رجليه بيوصل بقى عند الشجرة فعلا وهو في قمة الانشكاح وبما اننا عرفنا مكان الاقامة فلازم دلوقتي بقى اندور على طريق انجب بها مياه بيركز حواسه علشان يعرف مصدر المياه ولكن كل الاصوات من حوالي اشجار النهر بعيد جدا وعلشان كده بيقرر يستخدم اداة الحفر ويجيب مياه وبما انه بقى ما بيتعبش طول ما هو مسك الاداة دي فبيفضل يحفر من غير كلل وملل لحد لما اخيرا بيلاقي المياه اللي قدمس مسدق عينه وفرحان علشان اخيرا هيسرب وبما انه خلاص امن المياه فهيراكه بيقرر ينقضى في باقي المكان علشان يوسع باقي المنطقة ويعرف يعيش فيها بيخلص فعلا تنظيف ولكن بيلاقي شجرة كده في النص مدايئة وعن طريق الخبرة بتاعته من العالم اللي فات بيقول انا لازم اديلها شوية يمين وشوية شمال وبعدها وقعها بيحول فعلا اداة الزراعة بتاعته علشان يكسر الشجرة ولسه هينفزه وبوم كسر ام الشجرة بضربة واحدة مش بس كده لا ده الاداة دي بتخليه قطع الخشب كأنه جبنة بيقشره كده وبيقطعها صديقي بيجمع الالواح بقى وبيجاهزه علشان يعمل لنفسه بيت بس اليوم بيكون خلص والشمس قربه بتغيب الواد حرفين اترعب انا لسه مولعتش النار مش عارفها بات فين ولا بخايلة مالة نهاية علشان كده الواد بيحفر في الشجرة دي كمكان يبات فيه وبيفضل يحفر كمان في الخشب يعمل بيكوب بيات وشوية حاجات كده لحد لما النهار بيطلع على طول بقى الصبح اول حاجة بيعملها بيولع نار علشان ما ينساش يعني زي مبارح بيستمر بعدها في تنظيف المكان وقطع الاشجار لحد لما بيجوع مش عارف هيكل ايه وفجأة ارنب وحشي بيهجم عليه وهب جيت في وقتك يا عم بيقتله بالاداة بتاعته بعدها بيطبخه وبياكله امننا الاكل دلوقتي بفضل الحمام بيزبطه فعلا وبيعمل عليه حواجز علشان تدار اللي جوه ايوه ما هو ما ينفعش بس داح مدح كده يا صديقي بعدها بقى هراكو بيفحر في الارض وهو بيفكر في الخضار اللي هيزرعه يا ترى بطاطس ولا بصل ولا ايه يعني بيعمل اول حق ليه في التاني في التالت وهو بيفكر في اللي هيعمله ولكن اخر الليل بيكتشف انه هو معهوش بزور اصلا ولازم يجيبها علشان يزرعها ما علينا ننام النهاردة وبكرة ندور عليها ولكن الصبح بم الواد تصدم الحقول اللي هو كان زرعها مبارح كانت منبتها قال له ده ازاي ده هو اداة الزراع ديات هيكمان بنية والايه ما علينا المهمة دلوقتي لازم نحفر في مكان تاني علشان نحاوط البزور ديات ونحميها من الارانب بيفحر خندق فعلا وبيحاوط بيه المزرع بتاعته بيقتلوا كم ارنب كده وبياكلوا وحاجة اخر حلاوة بعدها بيستخدم الاداة بتاعته ديات يسئي بها الزرع ويروق عليها بس يا ترى البزور ديات هتطلع ايه لو طلعت حشائشة انا هموت نفسي بتعدي الايام بسرعة هي راكو بيعمل لنفسه بيت والوضع بقى اخر حلاوة لحد لما في يوم الواد بيسمع صوت برا بيطلع علشان يشوفه بيلاقي كلبين متبهدلين على الاخر وخلاص شكلهم هيموتوا الواد على طول بينزل الخشبة دي وبيدخلهم جوه علشان يعتني بيجرحهم بيجبلهم حتة لحمة كده من خنزيرة ومصطاده علشان برضو يأكلوها بس بيلاحظ ان في كلب تاني بطنه منفوخة وشكلها انسة وحامل بعد الاكل بقى بطنها بتوجهها جامد وخلاص البيب هينزل يا صديقي الواد معرفش بقى يعمل ايه واخدهم على البيت بتاعه علشان يرتاحوا بيولع لهم كمان نر قدامه علشان تدفيهم وبعدها بيرجع على الشجرة ينام فيها هو المنحوس منحوس كده يا صديقي شكله مش مكتوب عليه بات في بيت ما علينا المهم تاني يوم بيروح يبص على الكلاب وبيلقاها ولدت خلفت اربعة الاب فرحان وايه الحلوة دي بيجيب لهم حتة لحمة كمان احتفالا بينه الامة قامت بالسلامة والدنيا بقت حلاوة الايام بتعدي بسرعة بقى والكلاب الصغيرة بتكبر والدنيا مشية هيروكو هو كمان بيعمل لنفسه بيت تاني والبزور بتطلع والوقت في قمة السعادة بيحاول الاداب تعته بقى المقصة علشان يجمع الطماطم وبعدها بيفهم كل حاجة فهو لما كان بيزرع كان بيتخيل السمرديات في دماغه وعلشان كده الاداة اللي في ايده ساعدته وطلعتها له مش بس كده لأ ده اي حاجة بتتزرع من الاداة دي بتطلع اسرع من اي زرعة تانية مش اسمعها اداة الزراع له السورية من فراغ يعني اخيرا باب ينتهي اول شهر لهيروكو في الغابة والارهاكو كان بين عليه ولكن بالرغم من كده كان في قمة السعادة بعدها الحياة بتاعتهيروكو بتستمر في سبات وبيتعلم حاجات كتيرة جدا زي انك لو عاوز البطاطس ما تخضرش فلازم تدفنها في التربة لفترة اطول واعمار الاشجار بتاعته وفترات نموها كمان والحاجات دي بيطلع بعدها بره المكان بتاعه يزرع شوية اشجار فاكهة علشان التحلية والدنيا بتروقع الهادي بيلعب مع الكلاب اللي عددهم بتكبر كل شوية والدنيا تمام بس دلوقت الشيطة داخل عليه ومش عارف هيقضيه ازاي بيفكر يعمل من جلد الايراني بجاكت يلبسه ولكن ريحته كانت مؤرفة جدا هي ترى بقى هيددفها ازاي وفي الوقت ده بقى بيظهر زابوتون عنكبوت اسطوري بيعرف يعمل الانسجة وخاصة القماش الكلاب هي اللي جابته طبعا وهراكو في قمة السعادة ده الحلوة ده تعمل عنكبوت انت العنكبوت بيعمله بقى شوية هدوم وجواكت وملاية والوقت خلاص مزقطت الشيطة بقى بيوصل اخيرا وهراكو كان قاعد جواه متدفي بس طبعا كلنا عارفين لقال الشتاء الكئيبة الجو ده كان نقصه حد معاه ايوه هراكو نفسه في واحد يتكلم معاه يشاركوا انجازاته يحكيله عن يومه بيدع ربنا يرزوه بشخص يعيش معاه بسعادة وبالفعل بعد مرور شوية ايام كده الكلاب بتلاقي بنت في الغابة شكلها صغير والكلاب مبهدلينها وعمالها تعيط هراكو على طول بيروح علشان يساعدها ولكن البنت بتهجم عليه بتمص شوية من دمه وبتغير شكلها وبتكبر هراكو مش فاهم اي حاجة ومش عارف هي عملت كده ليه وعلشان كده الكلاب بيقوموا معاه بالواجب تاني بتندرب وتقدر بتخلص وبترجع صغيرة من جديد هراكو بقى بيقرب منها كده وبيسألها اذا كانت عدوة ولا لأ البنت وقتها بتعتذر له وبتقول له انا اسفة والله انا بس كنت معديها من هنا وحاولت اهزر مع الكلاب شوية ولكن ضربون يعني وانت شايف اللي حصل وقتها البنت بتصعب على هراكو جدا وبيخليها اطموص شوية كمان من دمه علشان تخف يعني وتكبر وبما ان هراكو عنده جسم صحي ما بيتعبش فالدم ده مستحيل يأثر عليه وبالمناسبة البنت دي يتمصص الدماء واسمها ميرا بعدها بقى هراكو بياخد ميرا جوة المكان بتاعه والبنت بتنبهر ده انا باتات دي انا اقول مرة شوفها مش مسدقة عنيها وخصوصا انه هي علمة نبات الوقت بقى بيقطعها لها حتة الطماطم كده وبتدقها وبعدها الوقت بيدف بتسمتها بيقضوا اليوم كله سوا وميرا بتلف في كل الحديقة تكتشف في النباتات وتسجلها واخيرا بيخلص اليوم هراكو بالا ما شاف قاعدة كده افتكروا انه دلوقتي مش لوحده قاعد يتكلم معها البنت حكت له على كل حاجة وانها هربانة من المدينة علشان في جنود بيلحقوها ولكنها بعدها بتشكره علشان اعتنى بيها مبارح بتقول انا مش هتقل عليك وهمش بكرة فما تزعلش يعني علشان انا قاعدة ووقتها هراكو بيزعل جدا من كلامها وبيقول في بالو انا مش عاوز اسيبها انا عاوزها تفضل معايا بيحط الكوب من ايدو كده وبيقول لها انا عندي طلب ليكي ممكن يكون ريخم شوية بس انا عاوزك تعيش معايا مش عاوزك تسيبيني لوحدي البنت قتالت له بس فيه ناس بيلحقوني وممكن تتأذى بسببي هراكو قال لا انا ما عنديش مشكلة انا اعتني بيكي على طول واحبك للابد ايادي هراكو الحلوة دي ميرا طبعا بتنبسط من كلامه والشاب يحمر وبتقول له اتفقنا هنتجوز خلاص من النهاردة واحلى بدأ دي يقول له ايه بيصحوا تاني يوم بقى وهراكو بيروح على مزرحته ويشتغل فيها بنشاط وكان فرحان جدا طبعا اكيد يعني انت عارفة فرحان لها صديقي ميرا بقى بتصبع عليه وبتديله التحية والبنت كانت امر على الاخر بعدها بقى هراكو بيقول لها انت كده اول انسانة في القرية بتاعتنا الفرد رقم تلاتين البنت بتفرح من كلامه جدا وبتقول له احلى تلاتين وبعدها بيكملوا شغله جوه المزرعة والدنيا تمام التمام المهم التاني يوم كان الكل شغال في المزرعة عادي ولكن فجأة جرس الانزار بيرن هراكو بيطلع جاري لبرة وبيشوف المشهد ده ايوة بنت مربوطة من الكلاب زي ميرا قبل كده والواد بيحررها بيسألها هي مين وليه جاية هنا البنت بتعرف بنفسها اسمها تيا ومن عرق السماء جاية بتدور على شخص معين وفعلا المعين ده كان بيحاول يهرب ولكن تيا بتشوفها ولسه راح تاخدها بالعافية الكلاب بيزبطها تاني والبنت اكلت على دماغها هراكو طبعا بيهديها وبعدين بياخدها على بيته بيقعدها قصاد ميرا علشان تحكيله على كل حاجة وهي ليه بتدور عليها تيا بتقوله ان ميرا فجرت احدى قصور المملكة اسنان ما كانت بتعمل احدى التجارب وعلشان كده الكل بيدور عليها ميرا بتقطعها في نص الكلام وبتقول لها ده بسبب ان في نبيل كان كل شوية دايعة علشان تعملوا دوع وهي طبعا لما تخنيت منه وجابت اخرها فجرت الاصر بتاعه وجات هنا تيا طبعا بتتصدم الكلام ولكن بتسألها على اللي جنبها ده وهي ليه هنا يعني وقتها ميرا والشاب يحمر الاخر وبتقول لها ده جوزي وانا خلاص يعني اعيش معاه هنا هيراكو طبعا بيفرح من الكلمة دي جدا والدنيا احلى من الحلاوة بعدها ميرا بتدري الاحراج بتاعها وبعفاوية بتقوم على تيا وبتقول لها ايه رأيك تعيش معنا هنا المكان واسع وشاسع وفي كل حاجة هنحتاجها بالاضافة الى سمار مش موجودة تيا ما بتفهمش الكلام اوي وعلشان كده ميرا بتفرجها على المزرعة بتفرجها على كل الزرع والنباتات الموجودة وبتعرفها كمان بالمواطنين الدنيا تمام التمام هيراكو كمان بيأكلها ملفوف وبيعلمها ازاي تقطعه والبنت كانت في قمة السعادة اخيرا بابي خليها تاكل الفراولة للتحلية واتيا خلاص قرارة الاقامة بعدها بابه وتاني يوم البنت بتشوف احفاد الكلاب السحرية وبتعرف اديها ليتهم كبيرة وهي طبعا لوحدها كمان بتشوف العنكبوته اولاده واللي حرفان ما بيخلصوش يا صديقي وعلشان كده تيا بتقول له هيراكو انها هتمشي تجيب له حد كده وفعلا بتخرج من المزرعة وبترجع بعد كم يوم كانت جايباله دستة من الالف اللي شكلهم يرد الروح على طول تيا بقى بتعرف بيهم وبتقول له هيراكو انهم كانوا عايشين قبل كده في قرية في الشمال ولكن بسبب الحروب اللي حصلت ما بينهم وما بين الشياطين قريتهم اتدمرت واصبحوا مشردين بيلفوا في العالم لحد دلوقتي وما عندهمش مكان يقيموا فيه البنت دي تيا كمان بتحكي لهيراكو عن مأساتهم وبتقول له من فضلك خلينا نعيش هنا الوات طبعا بيسمع للكل وبيوافع على الطلبهم والدنيا اخر حلاوة بعدها كل البنات بتعرف بنفسها والدنيا بقت رايقة خالص ولكن كده يكون في مشكلة واحدة وهي ان الالف دولي لسه ما عندهمش بيت ولازم يبنوا واحد يعني تخيل باني دي مشكلة يا صديقي لا والله فبسبب اعمار الالف الطويلة هم تعلموا الهندسة والتصميم وحاجات تانية كثيرة جدا بيخلي هيراكو بقى يفحر لهم الاماكن ويجيب لهم الخشب وهم بيبنوا بيت لنفسهم بيفصلوا احسن تفصيلها اخيرا بقى وبعد مرور عشر ايام من الشغل البيت بيخلص وبيكون فخم على الاخر لدرجة ان هيراكو كان غيران وقعد في جنب كده زعلان ويتحس ويعاية بعدها بقى الوقت بيدخل جوه البيت وايه الحلاوة دي هي البيت متقسم بالمسترة وكل ركن فيه محسوب ومضاء بوسطة السحر هيراكو بقى كان وقف في الدور التاني كده بيبص عليهم وفرحان طبعا من نعمة اللي هو فيها وبيقولوا رب النعمة دي تدوم على طول علشان الواحد كان جايب اخره البناتهم اكمان كان بدوا اندمجوا في القرية وساعدوا في الزراعة والصناعة وطوروا القرية اخيرا حتى انهم عملوا اطباق السلس يا صديقي او بل كده ما تتجوز ويجيبوا لك اطباق انت كمان اخيرا بقى وبعد كم يوم الالف بيجمعوا الامح الاول مرة ايوة خلاص اخيرا هم يعملوا الخبز هيقولكم طبعا لما بيسمعهم بيتحمس على الاخر وبيفرح جدا لانه ما اكلش خبز من ساعة ما وصل للعالم هنا المهمة ان يوم زابوتون بتصيد ملكة النحل وبتودها لهيراكو علشان يعزبها الواحد بيهدي زابوتون كده وبيقول لها ما سيبها كده يا ست العناكب ناخدها يعني ونخليها تجيب لنا شوية عسل بدل من موتها الفاضي زابوتون بتوافق فعلا على كلامه وهيراكو بيعمل لها مكان المنحل الدنيا زي الفل بعدها بقى الواحد بيحفر حفرة كده علشان يعمل خزان مية دائم مستديم يعني في القرية وعلشان العدد بتاعهم كبر والبير ما عادش هيقضي وفعلا بمساعدة الالف حواليه بيقرر انه يستخدم اداة الزراع الاسترية ويضغط الطراب على الشكل ده وبعدها بيفحر ويحط الاشكال ديات جنب بعض لحد لما بتوصل عند النهر دا ايد دماغ ديات يا ابني بعدها بقى بيزبطوا الدنيا والماية وبتوصل على الخزان والدنيا تمام اسماك كده متوحشة بتظهر يا كمان ولكن على مين دانا هيراكو المتين بيخلص عليهم وبعدها بيشويهم البنات بقى كانت واقفة كده مستغربة من اللي بيعمله ومش عاوزين يأكلوا منها ولكن بعدما بيدواوا الأكل بيعجبهم وبيخلصوا كل اللي قدامهم بعدها الواد هيراكو بقى بيقرر انه يزرع رز تزرعه زي عم منتد عاوز موال هزرعه برضو بدأ فيه فعلا في الاول بيفحر المشتل اللي هيتعمل فيه بعدها بيملاه مياه من الخزان الجديد اللي عمله اخيرا بقى بياخد الشتلات بتاعت الرز ويوزحها البنات بيزرعوها في صفوف متسوية والكل طبعا كانوايف جنب بعضه وشغال والحالة هو مالية المكان اخيرا بقى وبعد مرور فترة الرز بيطلع وهيراكو بيجمعه بيسيبه ينشف علشان الرطوبة تقل بعدها بياخده يجمعه بعدين ينحله ويطحنه واخيرا بقى الرز جهز الوقت بقى من الفرحة ما كانش مسدق انه شافه البنات بقى كانوا زهقانين من الوقفة وهم بيتفرجوا عليه وبيقولوله هيا عم انا كل امتى احنا متنا ملجوع هيراكو بيهديهم كده وبيقولهم استنوا ربعاء بس والاكلة يجهز وفعلا بيطلع الفرن وبيحط الرز فيه طبخه عمل بقى كرات الرز وازحى عليهم البنات كانت قلقانة كده ولكن كانتها في الاخر وايه الحلوة ديت يا عم دي محشية لحمة كمان والطعم اخر رواءين اخيرا بقى وبعد كل ده الدنيا بتستمر والحاء بتمشي في القرية وبعد ما بيخلصوا زراعة في احدى المرات هيراكو بيشوف البنات وهم بينظفوا نفسهم بالسحر بعد التعب والشغل طول اليوم بيتضيق بقى كده علشان ما بيعرفش يستخدمه زيهم وبيكرر انه يعمل حمام كبير ايوه ما زي ماليكو عليكو برضو فعلا بدأ يعمل التصميم بتاعه هنا يكون المسبح وهنا يكون الحنفيات وهنا الصابون وهكذا بدأ التنفيذ فعلا والواضع كان تمام وماشي ولكن كان فاضل التصريف اكيد يعني مش يخلي المياه اللي خارجه من الحمام ترجع على النهر وعلشان كده بيكرروا يجيبوا مخلوقات الاسلايم علشان تنقل المياه هي مخلوقات صغيرة وبسيطة وبيتنقل المياه من اي شوايب خلصنا الحمام وظبطنا التصريف ايه بدوني عظمة اوي المهم بقى بعد كم يوم شوية بنات كمان من الالف بينضموا للقرية والعدد بيزيد اكتر مش عارب بس هو الواضع يحظموا على البنات يا صديقي بس ما علينا يعني المهم بتعرف على بعض تاني وبيحكو له قصتهم وبعدها بيدخلهم جوه القرية في الاسناديات بقى كان اكبر واحد في الكلاب بيتفرج على هيراكو عمال يشوف البنات بتكبر حواليه كل شوية وبيقوله وازاي كده بيحكي لنا بقى قصته وبيقول يعني هو ازاي قابل هيراكو ووصل لهنا وعلشان ما انتهش معاه تعالى نسميه كيرو المهم كيرو بقى ما كان شكل بعادي لأده كان نوع خطير جدا في الغابة بيسمى بزئاب الجحيم ولما كان كيرو صغير بقى كان ماسك الغابة كنسه ولفه محدش فيه واقف اصاده بس في يوم كيرو بيقابله واحدة من نوعه بتاخده علقه وبتكسبه في القتال بعدها هالوقت بيعجب بيها وبيتجوزه وزوجته بتحمل منه والدنيا ريئة كان شايف بقى انه زي اي نوع هيعيش ويكمل حياته بصورة هادية وعادي هو لكن ما كانش يعرف اللي مستنيه صديقي ايوه دب عملاق من الفا المقاتلة بيشوفهم وبيضربهم وبيبعدلهم على الاخر كيرو بقى هرب منه بالعفية واخد زوجته معاه ووصله على نص الغابة ملاقوش اي وحوش خطير احناك بالعكس لو مجرد انسان غلبان واقف في نص الغابة كده مش مستخبي ولا حاجة هو بيتمشى عادي اللي هو ازاي لسه عايش لحد دلوقتي كيرو لما بيشوفه بيحس بطاقة بتخرج من الاداة بتاعته وبعدها بيأسنت كل حاجة ايوه اكيد هو عايش بسبب الاداة دي طبعا هيراكو بيأكلهم وبيعليجهم وبعدها الزوجة بتخلف ومن وقتها وكيرو اخذ هيراكو سيد لي وقرر يسمع كلامه في كل حاجة هو كان في الاول مفكره مش يعمل اي حاجة ومجرد شخص عادي ولكن دلوقتي بعد ما شاف قريته بتكبر كل يوم اكتر من الاول بالاضافة يعني لكمية البنات دي عارف ان سيده مش شخص عادي لأ ده شكله ما بيأذرش يا صديقي المهم بعد فترة الالف بيعملوا لهيراكو بيت كبير علشان صعب عليهم من اخر مرة البيت بتاعه كان واسع جدا وشكله حلو وفي كل حاجة تتخيلها من جوة طبعا الود بيدخل وبيستكشفه واخيرا حسب الانتصار المهم احتفالا بالبيت الجديد يعني الود بيقرر يعمل لهم اكلة جديدة اكلة خطيرة مشهورة جدا في اليابان اسمها الكاري فعلا بيبدأ يجمع المكونات واحد وراء الثاني اولها الكمون ثم الكزبرة والبهارات وكل حاجة بيصدلوا كمان كامرنة بسحر كده علشان اللحمة وبياخد واحدة من الالف تساعده بيولع البتجاز وبيحط المكونات قدام البنت بالراحة علشان تحفظها يعني بيقلب واحدة واحدة واخيرا بيغطي الحلة علشان الاكل يستوي جنب الكاري بيعمل شوية مغبوزات علشان يغمسوا بيها يا صديقي الريحة بتاعت الاكل بقى كانت انتشرت في المكان والكل واقف ماسك بطنه بالعافية جعان على الاخر اخيرا هيراكو بيخلص الاكل وبيوزعه على البنات وبيأكل منه اول حتة طعمه احسن ما هو متخيل حتى يا صديقي وهو قسملك باللانة جعته انا بتفرق المهم بقى البنات اكلت وهي الحلاوة ديات حرفيا خلصوا كل الاكل وهيراكو يعني ما اكلش غير لقمة واحدة ما تسيبولي شوية بس يا ولاد الطفصة ما علينا المهم بقى بعد الاحتفال بالبيت والاكل وكل الحلاوة دي هيراكو بيلاحظ ان الشتا داخل عليهم لازم يجهز له ويزبط اموره علشان يعد على خير وفعلا بيبدأ هيراكو يخزن الحطب في قبو البيت ويجهز مكان يحط في الخضار والفكهة كمان بياخد بطاطين تقيلة من زابوتن ولووضع اخر حلاوة بعد فترة بقى بيحل الشتا اخيرا وبسبب كل التجهيزات اللي عملها كانت الامور حلوة ومش نايسهم اي حاجة ولكن زي ما انت عارف يا صديقي فالاعدة في البيت من غير اي حاجة بتزهق وما تخليكاش يعني مستمتع وعلشان كده هيراكو بيصنع لهم كام لعبة كده من العالم بتاعه علشان يتسلوا بيها وما حدش يزهق عمل لهم دمنا ماشي شطرانج ماشي شوية العاب كتير ماشي وحاجات كده انا مش عارف اسمها صديقي الكل بقى كان فرحان وبيلعب ولكن المستمتع الغريب في الموضوع ده هو كيرو واللي قدر يكسب ميرا وهيراكو في اي لعبة وحرفيا هو رقم واحد في البيت المهم بتعدي الايام السعيدة ديت على الكل واخيرا بيحل الربيع هيراكو بقى كان طالع هو والبنات رايحين يشموا شوية هوا وفجأة بيسمعوا جرس الانذار ايوة وحش عملاق اشبه بالتنين بيهجم عليهم البنات طبعا والكل بيترعب وهيراكو مش عارف هيتصرف ازاي التنين ده هو كمان بيدرب ضربة بناره بتكسر دفعاتهم في ثانية وبتحرق شوية من المحاصيل هيراكو بقى في الوقت ده ترعب جدا ومكانش عارف يعمل ايه بيقول في باله اتصرف ازاي اخليهم يهربوا في الغابة ونخسر كل حاجة عملناها لأ انا مش هستسلم انا مش هتيب حده يتقذى ومرة واحدة لا يا والله الدفعات بتتكسر والتنين ذات نفسه بيتكسر طب خد الدربة ديت كمان علشان تموت الكل اللي بقى كان بيتفرجوا مزهول من القوى ديت التنين اخيرا اتهزم ميرا وطيع ما كانوش مسدين عينيهم داي القدرة الصاحقة ديت بيروحوا بعدها بقى على مكان التنين وهيراكو كان متعصب على الاخر بيسألهم ازا كان في خسائر في البيوت ولا لأ ولكن الحمد لله تلاحقت بدري بدري يعني مفيش اي خسائر يعتبر هيراكو قال لهم تمام لا اي حد يقدر يتحكم فيها الوقت بيقول لهم ازا كان كده بالوضع تمام يلا بينا بقى ناكل التنين ده وفعلا بيروحوا جوه البيت بتاعهم يطبخوه ويسلخوه والدنيا ريئة طعمه كان جامد على الاخر لدرجة ان العيال بقى عوزين تنين تانية تحكمهم علشان الاكل العظمة ده المهم ما علينا احنا خلينا في المفيد والمفيد بقى صديقي ان في بعض ممالك الشياطين عرفت بالله حصل وان في قرية في غابة الموت ادرت انها تهزم تنين بضربتين اللي هو ده احنا بنطلع الجيش بتاعنا كله علشان يواجهوا التنين الواحد ازاي هم ما عملوا كده روندن بالا ما بيسمع الكلام بيقول لهم انا مستقيل خلاص مش مكمل خد يد راح فين لا خلاص انا استقلت في نفس الاسناد يد بقى كان رئيس عشارة التنينين عرف بالله حصل وانه ظهر منافذ شارس جدا لهم في الشمال والشكل الكل بدأ يعمل حساب لهراكو صديقي المهم بقى تاني يوم الواحد يراكو شاف العنب بعد ما طلعه كبر وقرر انه يجمعه علشان يعمل بيه عصير ويخلي البنات يعني يساعدوه الدنيا عظمة قوي المهم بيخلصوا صناعة العنب واستباهجة وفرحة مش طبعية حتى اسمع الاغنية ديت كده يا صديقي حاجة كده عظمة بالفعل بيخلصوا اللي بيعملوه وبعدها بيناموا والتاني يوم باخدوا يميرا بتزورها وبتيجي علشان تطمن عليها وتعرف هي عايشة فين بتنبهر طبعا من كل حاجة في القرية وأكلها وكل الحاجات دي وبعدها بقى البنت بتطلع تاني يوم وبتجيب خدامها وخدام اختها معاهم اللي هو احنا خلاص قررنا نعيش معاكم جابت لهم كمان بقرتين وبتقول لهم علشان اللبن وكده ايوم انا مش هسيبكم تاكلوا كل الاكل الحلو من غيري تيها بقى كانت وقفة وقعدة بتقول هو الكل اللي جاب اتباعه كده ومعادش غيري صح يا عم هراكو سواني بس يسيبني كده ورجعالك راحة فين يا ستي سواني بس ورجعالك بتروح يا كمان بقى وبتجيب كل اتباعها واللي هم يعني شوية من الحراس يحمل غابة كمان شوية بقى من رجال السحالي اللي يشتغلوا في العمالة بينضم لهم شوية كمان من الالف والمكان كده كبر على الاخر ولازم له اسم يحتويه وعلشان كده هراكو بقى بيجمعهم كلهم بالليل وبيقول لهم عاوزين نختار اسم القريتنا هي دلوقتي كبرت ولازم نختار لها واحد الكل طبعا بيختار شوية اسمها كده زي الهباب وما حدش بيعجبوا الفكرة لحد لما زابوتن بتقول له هراكو افتح كده الشباك ده الواد لما بيسمع كلامها بيفتحوا فعلا وبيشوفها قدامه ايوة خلاص عرفتها هسميها ايه قريت الشجرة العظيمة لانها طبعا هي اساس كل حاجة واللي كانت موجودة قبلنا كلنا الكل طبعا بيوافق على اسم ده وبيفرحوا وبعدها بيعملوا احتفال بمناسبة افتتاح وتسميت قريتهم الكل بيشرب العصير بقى وقى فرحان ومزقطت والدنيا اخر حلاوة معاهم بعدها بقى تاني يوم زابوتن بيرين الانزار كده والحراز بتجيب شخص بيحاول يزور قرية الشجرة واللي بالمناسبة طلع مابوس لمملكة الشياطين بيقف بقى علشان يتكلم مع هيراكو وده علشان الارض داد بتاعتهم والضرائب يعني عنيها وكده كان جايب في ايده هدية للترحيب بيهم وتحس وايف مش على بعضه كده ومرعوب والشكله جاي هنا بالإكراه اصلا هيراكو بقى كان عارف الموضوع ده وعلشان كده عرضها للمبعوث ان الضرائب بتاعتك هتكون 10% بس من المحصول واتاخدها كل سنة بس كان هيراكو بقى مفكر في نفسه انه ودى للمبعوث قليل والمبعوث يعني هيرفض ولكن الراجل بيوافق في ثواني وبيقول له انا معاك احلى 10% الوقت طبعا كانت صادم من رد فعل الراجل ده ولكن قال له تمامي عم وقاه العقد وبعدين مشى وانا بقى بصراحة كنت زاكة صديقي زعلان يعني علشان هنديهم 10% من محصولنا من غير اي فايدة كده بس ميرا وطيع بقى بتفهم هيراكو وبتقول له ان العشرة في المية اللي انت هتدفعها دي هتخلي مملكة الشياطين تعترف بيك كدولة اساسية مش بس كده لأ دي كمان كده لازم توفرك حمايتها ولو اي حد حاول يهجم عليك هتكون من حلفائك وهتوقف ضده وده يعني مقارنة بعشرة في المية حاجة قليلة جدا ازيدك من الشعر بيت هما كده كده اصلا مش هيقغل كل سنة مرة يعني لو حبيت تقلل او تزود او تعمل حاجة كده ولا كده محدش هيدور وراك يعني صفقة ناجحة من كل الاتجاهات خلينا باني فرح لنا شوية علشان الموضوع ده عد على خير على الصعيد الاخر باكر مبعوث مملكة الشياطين قعد مع المستشارين بتوعه بيحكي لهم عن اللي شافوا هناك وقال لهم انا كنت في موقف مرعب جدا القرية دي هت مش شبعي لشعات بس لأ دي اخطر منها بمراحل انا قابلت هناك امير يتمصصيني الدماء ميرا بطلة عشيرة السماء تيه مش بس كده لأ جنود من كل حدب وندب وحشو زئابة والعينك مش هتقدر تعيش معاه كنت تحت صفقة رعب عرضوا علي 10% بس وما قدرت شغيري النوافق على طول على طولي هم كمان هدية وجبتها معايا احنا لازم نعرف ملك الشياطين في الجانب التاني بقى من الكرسي ده كان رندن مرب جدا من الكلام اللي سمعه قال لهم انا مش هستحمل كده انا استقيل واعلم على الكلمة دي هت على سين كل شواء الراجل ده استقيل يا صديقي ما علينا يعني المهم بقى تاني يوم كانت قرية الشجرة العظيمة استقبلت ضيفها التاني واللي هو ملك التانين بنفسه جاي علشان يرحب بيهم وجايب معاه شيف هدية برضه كبداية تعرف يعني علشانهم مجيران وكده هراكو بقى بيعمله كويس وبيدخله جوا وبيشربوا العصير بتاعهم الراجل يعاني فرح جدا بجودة العصير ده وحبه على اخر اتقلب 180 درجة وبقى مش عاوز يطلع من القرية يا صديقي هراكو بقى هو كمان اعطاله كيسها ده هو ماشي وبعدها ساب القرية ومشها وبالمناسبة التانين ده اسمه دريم بس هراكو بقى بعد كل الكلام ده كان زعلان من حاجة واحدة ايوه القرية بتاعتنا مش منظمة في استقبال الضيوف وعاوزين يعني نعمل بيت ضيافة وفعلا بيعرف بنات الالف بالمتطلبات والكل بيبدأ الشغل بيقسم برضه كل اهل القرية بحسب الطريقة اللي هتعاملوا بها مع الضيف وبيدي الزابطون جرس وده علشان لو شاف ضيف جاي يرين الجرس اما لو عدوه فيضرب الانزار بالفعل ثاني يوم بقى بيوصل اول الضيوف للقرية شوية من التجار انصاف الحيوانات جايين علشان يتجروا ما بين قريةهم يعني وقرية الشجرة العظيمة واللي سموا عنها من مملكة الشياطين ميرا طبعا بترحب بيهم ولكن كانت متضايعة جدا علشان مخبين شوية من اتباحهم في الغابة والناس طبعا بيحسوا بالاحراج اول لما ميرا بتقفشهم بعدها بقى بيدخلوا وبيععدوهم في مكان الضيوفة بيستقبلهم الخادمات وبيرواوا عليهم على الاخر بس طبعا ترحبهم بيكون اقل من ملك التنانين واي حد تاني علشان جملة القرية من غير هدايا بس بالرغم من ان الترحب ما كانش الدرجة الاولى الكل كان فرحون ووفقوا كمان على توقيع عقد اتجار ما بين القريتين الدنيا حلوة على الاخر ولو بتسأل بقى اللي عندهم يا صديقي فهو الالمونيوم والتفال حاجات العروسة من الاخر يعني بالفعل بقى بيتم التجارة ما بين القريتين وبيبعتوا كمان عشرين بنت من انصف الحيوانات تساعد في الظهار القرية دي بعتوا كمان ثلاث اطفال صغيرين كده وهيراكو بصلهم كده وقال في سره اكبروا بسرعة بقى القرية متوقفة عليكم واكيد يعني انت عارف الخلبوس ده بيفكر فيها صديقي تاني يوم بقى في القرية كان يوم طبيعي جدا وهدي الكل عايش ومتعايش لحد لما واحدة ابن الحرس بتجري على هيراكو وهي مرعوبة جدا بتقوله في وحشين خطيرين جدا جوه الغابة عملين يتأتلوا والمعركة بتاعتهم لو استمرت فهتوصل للقرية بتاعتنا هيراكو بسخرية كده قال لها وحشين طب خديني كده على مكانهم البنت اخدته فعلا على هناك على اساس تخليه شوفهم بس هيراكو بيحاول اداة الزراعة بتاعته لسلاح وبيقول لها انطلق عليهم وببوم تقع انطري ضربتين بس جابهم الارض اخدهم بعدها بقى علشان يطبخهم ورجوه فعلا جوه القرية عمل لهم الاكل منهم وكان جامد والكل حبه بسبب هيراكو بقى ولمساته بس الوقت كان وحشن وميونيز قوي عاوز يغمسه كده يا صديقي مش عاوزها ناشفة قاني وعلشان كده قرر يعمله راح لاختي ميرا صغيرة وقال لها على المكونات المطلوبة البنت بتطلع له كل حاجة وعاوزها وبتقول له على الباقي يجيبه منين وفعلا بعد مرور شوية وقت هيراكو فعلا بيقدر يحضر الميونيز بيأكله مع اللحمة وده ايش الحلوة دهيت بعدها بقى واسنما كان هيراكو قاعد شوية كده من الأقزام المعديين سمعوا ان القرية ديها فيها عصير ما يتوصفش والله هو عصير العينب يعني علشان كده بقى راحوا لهيراكو علشان يسألوا عن العصير ده هيراكو طبعا كان عاوز يدل الناس شوية من العصير كترحيب ولكن البنات مرضوش ايوه هو كل من هبه ودب كده ندينه من حاجتنا ولا ايه الأقزام طبعا ما بيرضوش وبقولوله احنا اصلا مش هناخد حاجة ببلاش هنعرض عليكم خدمتنا وإلا هتخليكم تشربوا عصيره احسن ميت مرة من اي حاجة وفعلا هيراكو البنات بيتحمسوا من الفكرة دي ولما بيدوه جودة انتاجهم بيفرحوا جدا وبيقرروا انهم ما ينضموا للقرية احتفلوا طبعا بيهم وبعدها خلص اليوم بسعادة ولكن كان ملك التنانين كل شواء يزور القرية ويسرب من مشروباتهم يعني والخدم بتاعه بيرجعه وشكله عرى الصراحة وتاني يوم بقى هيراكو بيحس بخطر داخل عليهم وبيقلق ايوه تنين ضخم جدا داخل على هيراكو وقريته وشكله مش نوع على خير الواد لسه يطلع سلاحه ويقتله دراين بيوقفه بيقول له اهدا ما تضربوش هيراكو فعلا وقف ولسه مهداش بيظهر تنين ابيع تاني من وراهم داخل بعصبية اكتر وبرضو شكله مش نوع على خير هيراكو على طول بقى بيطلع سلاحه والبوم بيحذفه عليه التنين بيفادل هجوم بالعافية ولسه هيراكو هيحذفه تاني بيلاقي الخدام بتاع دراين بيوقفه بيقول له ده بالله عليك ده سوء تفاهم بس وفعلا بيطلع كل الموضوع ده لغبطة فدول اصلا عيلة دراين مراته وبنته ولما كان الاب بيهرب بالليل علشان يشرب الام كانت بتفكروا بيخونها وعلشان كده كانوا جايين ينتاهموا من الواحدة اللي اخدت جزء منها بس لما بتعرف الحقيقة واللي دراين كان بيعمله بيعتذروا من هيراكو على كل الضوضاء اللي سببوها الدنيا تمام التمام اخيرا بها هيراكو بيسيبهم وبيمشي والام بتحكي اللي حصل من نظرها فالولا نزاب وتنمسكها وشداب لما رمح وصلها كان زمانها دلوقتي ماتت ولازم علشان يتجنبوا القوة دي يصاحبوا القرية ديت باي طريقة ايوة الام بتفكر تخلي بنتها تنضم للكرية دي وتتقرب منهم يعني وتتقرب من هيراكو وانت عارف يعني الحاجات ديتا صديقي انا مش عارف بقى لو اد حظه مع البنات والله المهم فعلا هيراكو بيوافق يضمها للقرية والدنيا حلوة بس البنت ديت مش نفعة قوتها زي دا قوي على الفكهة ما ينفعش تبه فلاحة دي لازم لها حاجة بالبق كده يا صديقي لاما تحرق الدنيا باللي فيها وعلشان كده هيراكو بيقرر يعينها مستقبلة للضيوف وده لان عندها حكم عالية جدا وبتعرف تتكلم بطلاقة كمان هتعرف تسوي العمل وهيقباليها واقع الشدة بالفعل اول زبون لها كان مبعوش مملكة الشياطين واللي كان جاي يقول لهم على شوية تفاح تانيين علشان عجبهم يعني والمملكة كلها حبته لصي بتقوله خلصان والله نجيب لك حاجة تانية المبعوش اصلا لما شافها ترعب والشؤالة بزرق وقال لها موافق انت لو مش عاوزة تديني حاجة برضو انا موافق حتى لو عاوزة تديني بالجزمة انا برضو هكون موافق انا بس عاوز اروح فعلا بياخد كل حاجة لصي قلت له عليها وبعدين بيمشي بيرجع على المستشرين بتاعه تاني وبيعرفهم باللي حصل بيقول لهم مش هتسدهوا اللي شفته انا شفت هناك تنينة مش عارف ينضمت لهم ازاي ولا امتى بس انا متأكد دلوقتي من حاجة حتى لو جمعنا كل قوات المملكة عمرنا ما هنقدر عليهم رندن با لما بيسمع الكلام ده بيترعب جدا وبيقول لهم طفح الكيل انا جبت اخري انا مستقيل خد يا تعالى دي تالت مرة تستقيل ما علينا المهم تاني يوم با المبعوز ده بيقابل بنت كده بيحكي لها على كل اللي شافه بيطلب منها تعيش في قرية الشجرة وده علشان تدرس طبيعة قوتهم واصلها يعني وكل الحاجات دي البنت طبعا بتوافق وبتروع على قرية الشجرة علشان تشوف دنيوتهم ايه بتقابلها لستي برا والبنت اقول لما بتشوفها بتترعب دلبدأ بس يا حبيبتي بتدخل فعلا للقرية وواحدة من الحراس بتيجي على لستي وبتاخدها علشان موضوع يعني برا القرية وكده وبكده البنت بقت له احدها بتبدأ انها بقى تاخد لفها في القرية وتسجل كل حاجة بتشوفها بتطلع بها في الغابة وكانت عادة تفكر وتقول كده ما عادش غير العمدة واللي شكله يعني من كلامهم قوي بس انا من شايفها لحد دلوقتي وقتها بقى هراكو بيعد عليها كده وبيكلمها ولكن البنت بتفكره فلع عادي وما بترضيش ترد عليها ولا بتعبره بتحكي لستي بقى عليه وانها مستغربة اصلا ازاي في بشري ضعيف كده هنا لستي بتقولها ضعيف ده ده اللي كانها يموتن انا امي اول يوم شفته ده هو عمدة القرية خد يبالك بقى وانت بتتعاملي معا بعدين البنت وقتها بتعرف اديها غلطت وبتترعب جدا وبتقرر تحترم نفسها بتنضم هي كمان للقرية وكل لما كانت بتقابل هراكو ركبها بتخبط كده وبتكون اطعاتها صديقي والشكلها كان عرة الصراحة المهم الثاني يوم هراكو بيلاه واحد من الوحس الصليم شريب كل العصير اللي في القرية وما سبش منه سنتوفة البنات والكل بقى متعصبين وبيقولوله لازم يتعاقب لازم يتربى يتعاقب ايه ويتربى يا بنات ده هنعمل في ايه يعني هنغليه ولا ايه مش فاهم البنات بقولوله ما لناش دعوة لازم يتعاقب هراكو بقولولهم تمام وبيعاقبوا فعلا ولو عز سأل لي بقى وعاقبوا زي صديقي فسداني لو اعرف اقولك المهم بقى واسناء ما هراكو كان بيأكل بيقول ياه ده انا وحش نقوي المأكلات البحرية فينا ايامك يا جنبري كنت بتخلي الزابط عسكري البنات لما بسمعوا الاسم بيتصدموا انت لسه بتعرف تطبخ اكل كمان قل بس على المكونات واحنا نجيبها يا ست تجيبوا ايه ده احنا عاوزين اسماك وشواطئ وناس تصطاد هنجيب الحاجات ديها اتمنين لستي بتقوله يا عم هنتصرف في دولة جنبنا على الحدود جنبها بحر وشغلة اصلا على الاسماك وعايشة على خيرها عاوزك بس تقولي على المكونات وانا اعجيبها لك بالزبط هيراكو بيقولها تمام والبنت بتحمس على الاخر وبتاخد معاها سارة واحد من السحالي وبيروحه وانا عارف انك عاوز تقولها صديقي هي اكيد يعني مش اسمها سارة وانا بضحك عليك فبص بقى انا كمية الاسماك في اللي اني ميتاتها عبيتني فما تسألنيش عن حاجة بعد كده انا اسميهم بمزاجي المهم بعد ثلاث ايام لاستي وسارة بيرجعوا على القرية الدنيا تمام التمام جابوا كل الاسماك اللي هراكو طلبها ومش بس كده لأ ده كمان جابوا له رئيس تجار المدينة اللي هم كانوا راحوا عليها الراجل طبعا كانواف كده وبيتكلم بكل ثقة وبيتفق مع هراكو على كل حاجة وانه هيكون التجر الرسمي بتاع القرية علشان يعني لو عزتم اي حاجة في اي وقت هراكو طبعا بيوافع على اقتراحه وبيتدي له شوية بضاعة كده من عندهم بعدها لاستي بقى بتروح علشان توصله تاني وهو كان معاه وفرحان جدا مش علشان عمل صفقة نكحة لأ ده كان فرحان على سين رجع عايش من عندهم يا صديقي فاللي حصل معاه انه هو كان قاعد الصبح معزز مكرم في امان الله في مكتبه فجأة بيجي له واحد من الحراس وبيقول له في ناس بره عوزينك التجر بيقول له يا عم عوزين مين انت انفكر ان يبقى بلا اي حد كده ولا ايه ماشيهم يلا ودونهم مرشين لسه راجل كان رايح يمشيهم التجر بيحس براعشة في جسمه كده بيوقفه بيقول له بس اه ده بس انا هقابلهم بيطلع علشان يقابلهم وفعلا بيتصدم ايوه دي صارة بنت وزير مملكة الشياطين ودي لست تنينة الجحيم الحمد لله اني ممشيتهمش بيسألهم بعدها بقى هم جايين ليه وانا عملت ايه صارة بتقول له على حاجة عم هدي نفسك احنا بس عوزينك تشوف البضاعة اللي معنا ديت وتجيب لنا بدلها حاجة من عندكم التجر بقى مشا قدامهم بيتشاهد الف مرة قبل ما يشوف اللي هيفتحه يا ترى اخد حاجات مضروبة وهدفع حياتي تزديد ليها ولا هاخده بالضبط بيكشي في الغطا وهوب بيتصدم ده ايه الحلوة ديت الفواكه الندرة اللي الكل بيتكلم عليها ده انا اجيب لكم كل اللي انتم عاوزينه بقى روح يادية فجلة هتلهم كل السمك اللي في البح قول لعمك بوشكة هو كمان يجيب لهم انضف حتتين بلطي وروع عليهم وبالنسبة بقى يا بنات فاي حاجة عاوزين تبعوها تاني فانا تحت عمركم سارة بتقول له عظم اوي احنا ناخد منك بقى السمك ده ونروح لقرية الشجرة العظيمة بتاعتنا ايه رأيك تجي معانا شجرة عظيمة هي دي القرية اللي في غابة الموت ايوة هي دي القرية اللي قتل التنين ايوة اشهدوا ان لا اله الا الله طبعا بعدها التأجر بيروح وبيخلص مع يراكو كل حاجة وبيباني يعني قدامه من نينجا زي ما انت شفتوا كده في الاول صديقي ولكنه طبعا وبعد انتهاء كل ده كانت بطنه بتوجعه بيقول بقى في قررت نفسه ما تزعليش انت راح لا على اللي عدى ولا على اللي راح المهم بقى في القرية تاني يوم هي راكو كان طالع كده ولقى تنين واقف قدام القرية وشكله كده مستني يضربه ايه يا عم التنين انت كمان عالصب حاوز ايه التنين مش راضي يتكلم عمال ينرفس في هي راكو الوقت بقى بيتعصب منه وبوم بيديروا واحدة بيجيبوا الارض بيروح بقى علشان يشوف مين ده وهوب بيتفاجئ ايوه دي عم تلاستي اخت درايم واللي كانت جاية علشان تختبر قوة الرجل اللي هيتجاوز لستي وما عادة عنده في البيت يعني اتجاوز لستي درايم بيقول له عم بتهزر العم بتقول له لأ انا ما بحزرش انت معرفني كل حاجة وقلتلي كمان انك عاوز تجاوزها العمدة مش انت العمدة برضو ايوه درايم بيقول له عم ده انا كنت سكران بس وقلت كده عديها يعني بالله عليك هراكو بيقول له عم تمام وبعدين بيدخله بيرحبوا بقى بعمتها واللي بتشرف يا كمان زي اخوها الدنيا حلوة لستي بقى بتيجي تعتذر من هراكو بسبب عيلتها الضربة دي الوقت بيقول لها عادي ولا يهمك ما تزعلش انت بس يا عم الامر في نفس الاسناء دي بقى في مملكة الشياطين كان ملك الشياطين بذات نفسه عارف ان التنانين كلها متجمعة في قرية الشجرة اليق جدا طبعا من الوضع ده وزعل هو والوزراء الثلاثة ايه ده هم اتنين بس عارف لها صديقي اكيد علشان اران ده الكتب استقلت يعني المهم بعد فترة بقى عم تلاستي بتشتغل في التدريس بتعلم كل طلاب القرية القرية والكتابة وبكده تم اضافة معلم للقرية كمان الدنيا اخر حلاوة بعدها بقوا في مملكة الشياطين بنت ملك الشياطين بتفكر ان صارة مخطوفة في قرية الشجرة وعلشان كده بتكرر تنقذها بتاخد التلت مساعدين بتوعها والتلتميت فارس وبتكرر تروح بكرة وتهجم على القرية ابوها طبعا كان متسائل معاها وسيبلها الامور سدح مداح وعلشان كده ما دورش وراها بس الوزير بقى ماسكتشي وراح لصارة وعرفها بكل حاجة قال لها الاميرة فلورا قررت انها تهجم على القرية هنا بكرة علشان مفكرك مخطوفة وجاية علشان تلحقك صارة صدمت بتقوله ايه اللي انت بتقوله ده عم هي البنت ديات متخلفة ولا ايه ده لو قربت من القرية هنا هتاكل على دماغها ابوها بيقولها والله ما عرفناش نوقفها بقى اتصرفي معها انت صارة بتقوله تمام يا عم ما تقلاشي سيب الموضوع ده علي تاني يوم بقى الفرسان اللي كانوا مع فلورا دخلوا الغابة لسه يحطوا رجلهم في المكان بم بيتصدموا ايوه مجموعة من الوحساب بتهم في مكانهم وما خلهمش يتحركوا الفرسان طبعا بتستسلم وفلورا والبنات بيروحها على القرية هي راكوا بقى ما كانش فهمهم ممين وليه اصلا هم جايين هنا بس صارة قالت له ما تقلاشي عم ما اتصرف معاهم دول بس ناس تبعي فالودا لها تمام وسبوم ومشا صارة بقى بتاخد البنات على جنب كده وبتعرفهم الدنيا هنا بتفهمهم انها ما كانتش مخطوفة ولكن هي هنا اصلا بمزاجها بتقولهم نتيجة الهجومكم على القرية هتفضلوا وتشتغلوا فيها لحد لما قول كفاية البنات قالوا لها تمام هنعمل كل اللي انت عاوزاه السيمة شغل المكتب عليهم فعلا والدنيا كانت ريئة فالورة بقى كانت مستغربة جدا من صارة وقاعدت تتكلم معاها بتقول لها انها كانت ألان عليها جدا وعلشان كده جدتوا صورة هنا بتعرفها كمان ان العيشة هنا جميلة وهي ندمانا علشان فكرت تهجم على المكان ده سارة بتقول لها عندك حق المكان ده اي حد يفكر يهجم عليه لازم يكون بينتحر المهم ما علينا يعني تعالي نكمل لف في بقى القرية بيلفوا فعلا في كل القرية والدنيا ريئة واخيرا بقى بعد ثلاث ايام فالورة بتقرر ترجع البيت بتاعها بتودع سارة وبتقول لها بقى جاء زوركم من وقت للتاني البنات اللي معاها بقى كانوا حبوا القرية هنا على الاخر وقرروا انهم ما يفضلوا فيها للابد بعدها بقى بيخلص اليوم بس ملك الشياطين باب يعرف ان فلورة كانت بيتها في بيت عمدة قرية الشجرة وبيت عصب على الاخر والشكله قبه بلا صديقي المهمة في الاسناء ديت كانت ميرا بين عليها التعب جدا كانت قاعدة في الاوضة والكل حواليها ومستغربين مالها وده لانها يعني في العادة ما بتتعبش في الوقت ده البنت ديت بتسألها وبتقول لها انت حس انك منجازبة ناحية الحمضيات وكده ميرا قالت لها ايوة قالت لها حس انك لو شمتي اي حاجة بتبقى عاوزة ترجعي ميرا قالت لها ايوة حس انك عاوزة تاكل اكل كتير جدا وبتشبعيش قالت لها ايوة البنت اللي تلاها خلاص الف مبروك انت كده حامل الكل طبعا بيتصدم اللي هو ده ايه العظمة دي هتعمل لعي بنتا بعدها بقى بتمر فترة والحصاد بتاعهم بيطلع وبيكون كتير جدا اللي هو احنا جمعنا كل دائمت اصلا طبعا بيخزن جزء كبير منه وبيتفضل شوية محصول زايد هيدي جزء منه لدرايم والتنانين والجزء الثاني عم تلاستي هتاخده على ابوها وامها اللي هو التنانين اخد بكل حاجة يعني مع علينا المهم بيروحوا فعلا لسلموا المحاصيل وبعد فترة بيرجعوا على القرية عم تلاستي بقى كانت قابلت شوية الف جبل كده في الطريق وجابتهم على هنا وكالعادة ما كانت فيهم ولا راجل وكلهم بنات يعني طبعا البطل الهراكب والبطيب بيرحب بيهم وبعدين بيدخلوا جواء القرية الدنيا حلوة خالص بيتعلموا بقى صناعة الفخار والقلل وحاجة كده ريئة وبكده وظيفة الحرفيين زلت لها شوية حلوين اخيرا بقى في نهاية الايام ديات ميرا بتكون بطنها كبرت شوية وبقى باين عليها الارهاق والتعب المعلم بتاعنا بقى قلب القب الحنون وكل شوية يسألها مالك عم لقى ايه اجيب لك حاجة ولا ايه وشكله بقب زي العسل الصديقي المهم بقى علشان الكل يحس بقلم ومعاناة ميرا بيقرروا انهم مش هشربوا العصير طول ما ايه حامل وده طبعا لانها اصلا ما بتشربوش بس الكل طبعا بقى متعود عليه ومش عارفين يأكلوا من غيره وعلشان كده بيروحوا لهراكو علشان يبيعوا يعني الوقت بيقولوا من عندي فكرة احسن وهي اننا كل لما بنسيب العصير ده يتخمر اكتر طعمه بيتغير وبيحلو ومش هتقدروا تقوموه الكل طبعا بيعجب بالفكرة ديت وبيرحب بيها وبعدها هراكو بيسيبهم وبيمشي ولكن بعد كم يوم بيلايه التلات اقزام دول قاعدين في جنب كده زعلانين علشان ما عادش حد بيشرب من العصير بتاعهم بيسألوا هراكو عن الغلط اللي هم اعملوه وخلى كل اهل القرية ما يشربوش عصيرهم هراكو بقى بيفهمهم كل حاجة وبيعرفهم انهم مش السبب اساسا ده العكس اللي صح الاقزام لما بتعرف بتضحك على اخر وبتنبسط تتحرك وهراكو بيرح جنبها علشان يطمنها ويرواع عليها كل اهل القرية هم كمان بيدخلوا عليها بهدايا والبنتة كانت مبسوطة على الاخر وفي قمة السعادة منهم اخيرا بقى في نهاية اليوم ده كانت الهدايا مليا القوضة بتاعتها ايوة ميرا في قمة سعادتها بس بتحس بواجع كبير في بطنها وبتعرف ان الوقت جه النهار ده خلاص معاد الولادة هراكو على طول بيطلع يبلغ الكل وبيدخلوا عليها علشان يساعدوها بيبص كده في السماء وبيدعي ربنا ان امراته تقوم بالسلامة ايوة هو ده الحب الحقيقي يا صديقي زي ما هي تتقلم انت كمان تتقلم انتم بعد الجواز ما بتكونوش اتنين لأ انتم بتكونوا روحين في جسمه واحد وهراكو دليل على كده المهم بيعد اليوم علي بالعافية والصبح بيروح علشان يشوف اللي حصل الكل بيقابله بابتسامه على وشه واللي هو الف مبروك عم ربنا رزقك بولد زي الامر طالع لامه وعسالية على اخر هراكو بقى كان فرحان ومش عارف يعبر عن مشاعره وبيشير ابنه صغير كده على ايده ده ايه الحالوة دي لحظة من اسعد لحظات حياته بيقول في باله اخيرا بيتقب بيفتكر كل اللحظات اللي عدى بها من اول ما وصل هنا وبيقول ياه ده احنا عدنا من محن يا اخي بيطلع بره القرية بقى يحتفل مع الناس بولادة ابنه وبيسميه الفرده الكل طبعا كان فرحانه ومزقطت وحاجة اخر حلاوة بعدها بقى هراكو باستمر في حياته السعيدة ديت مع عائلته الجميلة والدنيا بتفضل ريئة على الاخر اخيرا بقى الحد هنا بيخلص الانيمي بتاعنا انيمي مالوش في الاكشن ولا الضرب ولا الحروب ولا اي حاجة حاجة كده هادية وهتروع الموت بتاعك هي بصراحة عجبتني وحبيت اغير بيع في القناة فلو عجبتك انت كمان اقول لي في التعليقات وما تنساش واللايك والاشتراك يا عم ويلا سلام سلام سلام